علنت وزارة وتجارة الأمريكية هم الاثنين عن قائمة ما يسمى بالكيانات المرتبطة بالجيش وتشمر لقائمة ثمانية وخمسين كيانا سنيا سيتم معروها لشراء سلسرة من السرعة وتكنيات الأمريكية وصرح المتحدث باسم وزارة الخرجية السنية وونبين في المؤتمر الصعفي الدولي ومالثلاثة عن الصين تعارض بذلك بشدة وتحوث الولايات المتعدة على الكاف فورا عن أخطائها منذ فترة طويلة استخدمت الولايات المتحدة القوة الوطنية لتعميم مفهوم الأمن القومي واستمرت في إساءة استخدام تدابير الوقاية على الصادرات لقمع واحتواء مؤسسات معينة في بلدان أخرى هذا انتهاك خطير لقواعد التجارة الحرة وتهديد خطير لأمن السلسلة الصناعية والسلسلة التوريد العالميتين وضرر خطير لرفاهية ومصالح شعوب جميع البلدان بما في ذلك الشعب الأمريكي تعارض الصين ذلك بشدة وتحث الولايات المتحدة على الكف فورا عن أفعالها الخاطئة ومعاملة الشركات من جميع البلدان معاملة عادلة اك الشركات الصينية